هي من أكبر الرئيسيات في العالم ولديها واحدة من أقوى الفكوك وأدخم العضرات في عالم الحيوان الغوريلا مرحبا بكم أصدقائي أولا صلوا على رسول الله تنتمي الغوريلا إلى عائلة القرد العليا التي تضم إنسان الغاب والبونوبو والشامبانزي وتسكن الغابات الموجودة في العديد من البلدان في وسط إفريقيا والغوريلا هي أكبر الرئيسيات الحية اليوم وبالإضافة إلى كونها ممتلئة الجسم تمتلك الغوريلا صدر أكتاف عريضة ولديها أيضا أيدي كبيرة والأطراف السفلية أقصر من الأطراف العلوية والغوريلا لها وجه السود وخالي من الشعر مع فتحات أنف كبيرة الذكور البالغة من الغوريلا المعروفة باسم الغوريلا فدية الضهر بسبب الشعر الفدي على ظهرها تكون عموما أكبر نظيراتها من الإينات ويمكن أن تزين ما بين 136 إلى 195 كيلوغرام ويمكن أن يصل ارتفاعها ما بين 4 إلى 5 أقدام ولسوء الحظ فإن جميع الأنواع من الغوريلا مدرجة حاليا على أنها مهددة بالإنقراض بشكل كبير بسبب تدمير الموعل والصيد الجائر تعيش الغوريلا الجبلية في رواندا وأوغاندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وخاصة على الجبل الخضراء والبركانية أما غوريلا الأراضي المخفضة فتعيش في الغابات في وسط وغرب إفريقيا في دول غينية الاستوائية وأنغولا والكاميرون والكثير من الدول الأخرى تستوطن مجموعة من الغوريلا أراضي تصل مساحتها إلى 41 كيلو متر مربع الغوريلا من الحيوانات العاشبة تأكل الأوراق الكبيرة وهي تمسكها بكلتا يديها والذكر البالع يأكل ما يصل إلى 18 كيلوغرام من الطعام كل يوم وتساعد فقوقها القوية والأسنان الرائعة على مضغ السيقان القاسية وكل ما تأكله الغوريلا تقريبا وعبارة عن مواد نباتية تحب الغوريلا تناول الطعام لأنه نشاطها المفضل فنحو 67 من غذائها يتكون من الفاكهة و 17% من الأوراق والبذور والسيقان و 3% من النمل الأبيض واليرقات الغوريلا تكون في مجموعات تسمى بالقوات ويمكن أن يكون هناك من 5 إلى 30 غوريلا في فرقة واحدة ويقودها ذكر قوي دو خبرة يعرف باسم الغوريلا سيلفر باك هي مسؤولة عن سلامة ورفاهية أفراد فرقتها ويتخذ هذا الذكر جميع القرارات مثل المكان الذي تسافر فيه القوات الحصول على الطعام كل يوم ومتى يتوقفون عن تناول الطعام أو الراحة وأين يقضون الليل لا تبقى قوات الغوريلا في نفس المكان لأكثر من يوم فبعد كل شيء لا تريد القوات استنفاذ مصدر طعامها وكل صباح يقودوا ذكر الغوريلا في الضهر قواته إلى منطقة جديدة حيث يتوفر الطعام بكثرة وبعد صباح من المدغ تجمعوا كل غوريلا بالغة الأوراق والأغصان والفروع لتكوين عش نهاري للراحة بينما يلعب الصغار وبعد غفوتهم تأكل الغوريلا مرة أخرى حتى وقت النوم وتصنع عشا آخر أنت القوريلا مستعدة لإنجاب صغار عندما تبلغ من العمر ثماني سنوات والقوريلا الأم تحمل طفلها على صدرها في الأشهر العديدة الأولى حتى يتمكن الطفل الصغير من التمسكي بظهر أمه وينمو المولود بسرعة وفي عمر خمسة إلى ستة أشهر يتعلم الصغار المشي وبحلول عمر الثمانية عشر شهرا يمكنهم متابعة والدتهم سيرا على الأقدام لمسافات قصيرة ومع ذلك فإن أكثر الأماكن أمانا للصغار هو ظهر القوريلا الأم ترد أنت القوريلا رضيعا واحدا بعد حمل يدوم ما يقرب من تسعة أشهر ما بين سبعة إلى عشر سنوات تصبح القوريلا اليافعة ناضجة بما يكفي لترك المجموعة والتزاوج تعيش القوريلا لمدة تصل إلى حوالي خمسة وثلاثون عاما في البرية وأكثر من خمسون عاما في حدائق الحيوان وقد أظهرت القوريلا ذكاء كبيرا وتعلمت حتى لغة الإشارات البشرية البسيطة والسلام